موسيقى مشاهدين متابعين الكرام تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان ميدان الهباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة ينطلق شوطن سادس ضمن السباق الصيفي الذي يحمل منافسات وتحديات الفطاة من مسافة الثنين كيلومترات أبدأ مع المركز الأول يتقدم يتقدم سعيد بن مائدة الاكتبية يأتي مع الصدارة يأتي مع بداية الانطلاق مع بداية التحدي المركز الثاني العبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبية ثالث المراكز أو هناك شاهين غادم شاهين يقدم لنا شاهين بالانطلاق المميز وشعار بن مرخان راشد بن علي بخميس بن مرخان مع الصيرمي رابع المراكز يأتينا ويتقدم يتقدم بهذه اللحظات الضبي خليفة بن سالم بالضبيعة وأيضا شاهين سالم بن سلطان بن عجيل يتقدم بهذه اللحظات هذه الخمسة المراكز الأولى ولكن سعيد بن مائدة الاكتبية يأتي مع المركز الأول يأتي مع شاهين يأتي مع صدارة الشاطة مع الانطلاق المميز مع التحديات الأولى وراشد بن علي بن خميس مع الصيرمي والصيرمي على المركز الثاني وصل أيضا شاهين عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي والضبي خليفة بن زالم بالضبيعة الاكتبي ولكن الفوز الفوز والانتصار حاير 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 ما بين هذه الأسماء سعيد بن مائدة الاكتبي ولكن ممثل المدام عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي مع هذا الانطلاق المميز مع انطلاق الشاهين ينطلق ويتجاوز والعصاقوس والعصاقوس الأربعمية متر النهاية يا ممثل المدام وراشد بن علي بن خميس بن مرغان غادم على المركز الثاني ولكن ولكن أبناء المدام راعي الظن يؤكد الحضور يؤكد الفوز والانتصار مع النقطة الرابعة مع النقطة الرابعة سلام من الله عليكم يا أبناء المدام ويا ممثل المدام يا عبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي والتهنية موصول لك لدعم هذا الشعار سيف بن علي بن كليب الاكتبي يقدم هذا النوع الفقر مع هذا الاسم المميز شاهين يؤكد الفوز والانتصار لحظات وصوله إلى قط النهاية معلن الفوز والانتصار مركز الثاني الراشد بن علي بن مرغان المركز الثالث لسعيد بن مائدة الاكتبي التوقيت ثلاث دقائق وعشر ثواني ثانينا ونموس العبد العزيز بن سيف بن كليب الاكتبي على هذا الفوز والانتصار والنقطة الرابعة